أغلقت المدارس العامة في جميع أنحاء الفلبين ليومين بسبب موجة الحر الشديد وإضراب سائقي وسائل النقل العام وأمرت وزارة التعليم الطلاب في أكثر من 47 ألف مدرسة عامة بالنجوء إلى التعليم عن بعد بسبب المخاطر الصحية المرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة إلى جانب إضراب لمدة ثلاثة أيام بدأ من يوم الأثنين من قبل السائقين الفقراء الذين يعارضون خطة حكومية قد تلغي سياراتهم ولجأت حشود كبيرة إلى مراكز التسوق المكيفة في مانيلا بحثا عن الراحة والبرودة وبلغت درجات الحرارة في مانيلا 38.8 درجة مئوية وهو رقم قياسي وتعاد الفلبين من بين الدول الأكثر تضررا من التقص الحار في جنوب شرق آسيا